الحدث الأبرز والأهم والمهم في الوقت نفسه كانت الانتخابات الأمريكية اللي يمكن مش عارف دي الانتخابات الوحيدة على مستوى العالم اللي بتهم جميع الدول العالم يمكن أكتر من الأمريكيين نفسهم يعني اهتمام الدول الأوروبية والدول العربية كل على مستوى العالم وأثبتت أمريكا أنها فعلا هي الدولة الأولى والقادرة على إدارة العالم طبعا كانت الانتخابات فوز صاح خلينا نقول لترامب دونالد ترامب قول لي كنت متوقع على الموضوع ده أم لا كنت يعني بصراحة تحياتي أستاذ مدوح تحياتنا جميعا أستاذ المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا وإنفوغرات فعلا استطاعت يعني السوشال ميديا والميديا إجمالا يعني مش السوشال عفوا خلينا نكون دقيقين الميديا بشكل عام أنه فعلا تقلنا أنه تقنعنا أنه كاميلة هارس هي اللي رحها فعليا هي اللي يعني قالك متقارب بالضبط اكتشفنا أنه الأمر بصراحة بصراحة أبعد بكثير بكثير كثير على التقارب يعني لاحظيك لو بحطوا معي السادة المخرجين عندنا على الصورة أنا محاول أستارة صورة شوف أمريكا صارت حمراء يا سيدي الكريم أمريكا صارت حمراء وترامب حتى الآن يعني جايب أعتقد 292 292 292 صاروا صراحة هون الانتخابات الأمريكية من المجمع الانتخابي مجمع الانتخابي يعني اتجاوز ولسه في ولايتين ما خلصت فرز الأصوات فيها يعني التوقعات الأخيرة هالت أنه يمكن يتخطط 300 صور يعني أيها عفو 295 يا سيد 305 مقابل 26 لكاملة هارس يعني بصراحة في تصدر وفي تقدم كتير كبير يعني يعني اكتساح بصراحة هذا الشيء نحن كيف بدنا نقرأه ساذا مدوح أبدا ندخل بالشأن النمساوي أنه فعلا فيه نقمة فيه نقمة واضحة واضحة جالية ويعني على اليسار على الحالة الديموقراطية لا 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 على الجناح الديموقراطي الانهزامي الاستسلامي يعني البارد الميت القليل التفاعل هاي الناس ما عاد بده هذا الشيء بده حل المشكلة الاقتصادية بده حل الصراعات المتتالية وربعها المهاجرين على فكرة اللعب وضع برضو طبعا المهاجرين أغلى من المهاجرين انتخبوا يا سيدي الكريم ترامب العرب الموجودين في شريحة كبيرة من العرب ووجودة بأمريكا انتخبوا دوندال ترامب نعم يعني أعضق الولايات اللي كانت فعليا للحزب الديموقراطي الديموقراطي ولا كاملة وكذا حطى التحول صار فيه نقمة فيه نقمة واضحة يعني فعلا اليوم نحن نشهد تحول تحول كتير كبير يعني هاي الأغلبية هاي الأغلبية اللي عما نشوفها بالصورة عنا هنا الأغلبية الجمهورية أغلبية أغلبية مرعبة يعني نحن أمريكا بتصور أنا مقبلة على منظومة قيادية قوية نظام يعني أعتقد يعني كما يقول الكثيرين بصراحة لا حتى تصرح بالشأن الأمريكي ولكن أعتقد أن أمريكا القوية لا يعني نحن نتملق لأمريكا أنه والله هي الأفضل من غير لا 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 أمريكا أمريكا مع الأسف كان لها أسوأ التجارب بالعالم العربي من خلال يعني كتير من العديد من القضايا ليس أولها القضية الفلسطينية وليس آخرها يعني ما يحصل في سوريا والعراق وتسليم وتسليم جورج بوشل إبن العراق لإيران فبالتالي فنعم بالضبط فبالتالي أعتقد أن المرحلة المقبلة على الأقل ستكون بشكل عام يعني تساهم تساهم بشكل أو بآخر تساهم بشكل أو بآخر بإعادة ترتيب بعض الأوراق سيدنا الكريم يعني سنراقب بصراحة لا يوجد ضمانات طبعا هنفرض حلقة خاصة في سورقام إن شاء الله بعد ما تنتهي بالنسبة للأمريكية بس أنا عايز أتناول معاك موضوع الانتخابات الأمريكية من المنظور الأوروبي وخاصة من المنظور النمساوي ولو تتذكر إحنا كنا موجودين من أربع سنوات بعد هزيمة ترامب المرة الماضية لما قلت لك رغم هزيمة ترامب رغم هزيمة ترامب إن ترامب يعتبر حالة ستدرس في السياسات بحجم رغم أنه لو أنت لو تلاحظ خسارته اللي فاتت كانت يعني على المحك وهنا فوز ساحق إحنا نتكلم في الموضوع بالتفاصيل بس خليني أروح لك من وجهة النظر النمساوية رئيس حزب الحرية النمساوي كيكل بيتطلع إلى تجديد الأمل في أوروبا بعد فوز ترامب عندي خبر في السياق نفسه شالنبرج وزيرة خارجية يؤكد استمرار التعاون الوثيخ بين النمسا والولايات المتحدة تحت أي إدارة ويمكن آخر خبر عندي وهو خبر تخوفي من صناع السيارات في النمسا بيقوله في حالة موجودين في حالة قلق بعد فوز ترامب وإعلانه عن فرض رسوم عفوا عن فرض رسوم جمركية نعم قرأت حضرتك للأخبار دي من خلال فوز ترامب يعني في تقارب بين حزب الحرية مبسوط جدا هو في شالنبرج بدلوقتي بيوهد بعدما هما كانوا أوروبا كلها كانت قلبا وقالبا مع بايدن ودلوقتي هو بدأ برضه بتهديداته ترامب كالمعتاد أنه هو أمريكا للأمريكيين هيحافظ على الاقتصاد الأمريكي وهي قوي وهو أمريكا أولا أمريكا أولا كما قال نعم سيد الكريم يعني بصراحة هاي الصورة الموجودة أمامي اللي عما يطلع فيها دونالد ترامب وهربت كيكل بصراحة أين اليمين الأمريكي من اليمين الأوروبي اليمين الأوروبي يا سيد الكريم ما زال حالة بداية ما زال حالة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ما زال حالة بعيدة عن التطور بعيدة عن تقبل الآخر بعيدة عن الانفتاح ما بتشبه يعني ولا بأي حال من الأحوال وكل تصريحاته الغبية في صباح كذا مع اقتراب وهنا رد فعل إليك وهنا رد فعله لا شو اسمه طبعا كل المستشار النمساوي كان يعني من أوائل من هنأ الرئيس الأمريكي بنجاحه رئيس حجب الشعب هربت كيكل عن سعادته وما وصفه الصفعة للنظام أي نظام مشترى للفشل الذي تعرض له الخبراء وسائل الإعلام والسالة على المتحدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي النمسا وأضاف كيكل في الولايات الأمور تتجه نحو تجديد الأمل بينما في النمسا يستمر المهزومون في إدارة البلاد نحو التدهور وأكد كيكل أنه وفريقه سيواصلون العمل لأجل النمسا واعدا بأن يأتي يومهم قريبا نحن لو بدنا نشبه بصراحة بدنا نشبه ترامب وحزبه وسياسته كذا فينا أقرب ما تكونه بصراحة لحزب الشعب حزب حداثي حزب يعني في نوع من الأطلاع ودور بيسمهم بالمحافظين يعني حزب حزب اقتصاد حزب تجارة حزب انفتاح بشكل أو بآخر يعني يعني إلى حد ما يعني هو الأقرب أما اليمين النمسا واليمين الأوروبي قولا واحدا ما له علاقة ما له علاقة بالتطور و خلينا التمدن وتحضر الأحزاب اليمينية الأحزاب اليمينية هناك عندها أفكار عندها مجموعة من الأفكار للمحافظة على الحال العام للبلاد وإن كان هناك بعض الأفكار في تقارب في بعض الأفكار لكن مش الكل مش السياسات لا يخلو أكيد في تقارن في تقارب في شو بدك تسميها سميها ولكن إننا نقول والله إننا نقول مثلا اليمين الأوروبي نفس اليمين يا ريت كل الناس انتخبت بصراحة لأنه هون فعليا اليمين هاي فيكتور أوربان نصاب محتال يعني معروف حكومة فساد هذا هو ملاهك أمريكا بصراحة ليس دفاعا عنهم ولكن أنا عم قارن يمين بيمين كما سونا أما الشيء اللهم إنه شالنبيرغ أكد استمرار التعاون الوثيق بين النمسا والولايات البلاحدة تحت أي إدارة طبعا النبرة النبرة الدبلوماسية النبرة السياسية التي عودنا عليها السيد شالنبيرغ يعني طبيعي أن يكون خطابه بهذه الطريقة ويعني ترحيبه بالنتيجة التي أسفرت عنها الانتخابات وأكد هذا الأمر قد جلب وضوحا سريعا حول النتيجة وأضاف من الجيد أن لو لا يتوجد أي شكوك في هذا الأوضاع الجيوسيسي المتوترة نحتاج إلى الوضوح طبعا النمسا بشكل أو بآخر دعت إلى يعني إلى احتواء الصراع الروسي الأوكراني دعت بشكل أو بآخر ولكن لا تستطيع أن تكون منحازة إلى الجانب الروسي مع أنه بطن أو عمق السياسة النمساوية روسية شكرا لك روسية فعليا وليست أوكرانية فبالتالي أعتقد أن النمسا ستكون متوافقة بشكل كبير مع سياسة دونالد ترامب بس في الظل مش في العالم ما يقدرونش يقوله كده في الظل شوف شوف سيد الكريم ترامب جميع يتعامل معه ويفتخر أنه يتعامل معه بغض النظر عن طريقة أنت هتلاقي دلوقتي كله سيهر أما نعم بالضبط أما أين المشكلة صناع السيارات في النمسا في حالة خلق بعد فوز ترامب وإعلانه عن فرض رسوم هنا هنا يبدأ الاقتصاد الاقتصاد بصوته بصوته العالي حتى يسيطر على كل كل الخطابات السياسية بل لك بس السياسة معروفة من الفترة اللي فاتت نعم ترامب بده يفرد رسوم على الصناعات الأمريكية على الصناعات الأوروبية اللي تصدر لأمريكا للضبط الصناعات الأوروبية تصدر الصناعات الصينية في بالتالي وأكيد رح يصير ندفع العكسي حتى أوروبا رح تفرد بعض الضرائب على الحالة يعني هيصير في شيء من التبادل من التبادل بنتيجة نتيجة صفرية يعني شيل من هاد من هاد فبتطلع تقريبا على هو حجم التبادل طبعا ما بين الدول نحن ما يهمنا بصراحة من وصول ترامب إلى البيت الأبيض هو فعليا العمل على صناعة سلام حقيقي العمل على إيجاد حلول في الشرق الأوسط وإنهاء الحروب وإنهاء الصراع بين أوروبا وروسيا هذا شيء بالغ الأهمية بصراحة سنرى هل يستطيع فعلا هل سيسمح له لأن يقدم على هذه الخطوة هل لديه الإمكانات لأن يقدمها على هذه الخطوة إلى أي حد إلى أي حد يستطيع حقيقة أن ينهي هذه الخطوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أنه ينتظر مكالمة أو ينتظر أو يتطلع إلى مكالمة جيدة ما بينه ما بين دونالد ترامب فيعني لربما سيكون هناك تفاهم ما في الأفق بس أسلوب الحوار اللي كان بين بوتين وبين ترامب كان إلى حد ما شيء عقلاني وخد بالك أن ترامب كان بيسع بناء علاقات مع الصين وبيفرض عليهم ضرائب مع روسيا وبينتقدهم مع الصين يعني اللي خلاه آخر فترة كان بيتطلع لإجراء حوار بناء مع كوريا الشمالية نعم فأنا أعتقد أنا توقعي أنه هو يقدر أو على الأقل يمكن تتاح لي الفرصة أنه يبدأ بالحرب الأوكرانية الروسية ويعني يحتم عليهم السلام وأنا ده توقعات نعم ماذا قال شالن بيرس سلي الكريم قال أن يكون هناك سلام مؤكدا لا يمكن أن يكون هذا السلام على حساب أوكرانيا ولا تفاوض حول أوكرانيا بدون أوكرانيا يعني عما يصروا على المواقف الأوروبية عم يصروا الروسية في أوكرانيا وسنرى صراحة كيف سيكون شكل الحل الحل الأمريكي لهذه المشكلة والأهم منها صراحة الأهم منها نحن نحكيها بكل وضوح ما يهم منها حالة الفوضى الموجودة في الشرق الأوسط حالة تفلت إيران وميليشياتها في الشرق الأوسط حالة الأنظمة المتشددة المتطرفة الداعمة الداعمة للقتل والدمار في الشرق الأوسط هذا ما سنحاول هذا ما نترقبه بصراحة من وجود ترامب إن شو إن سمح له إن سمح له وإن استمر من مين أنا لا أعتقد أن ترامب سيستطيع أو لديه القوة والصلاحية على أن يحقق يعني فعلا سلام حقيقي في المنطقة أنا هو تخوف من محاولة اغتيال حقيقي هذا الكلام وارد جدا بصراحة هذا الكلام وارد جدا ومطروح جدا على الطاولة وأعتقد يعني محاولة الاغتيال التي اتعرض لها بغض النظر كانت صحيحة أم غير صحيحة وتمكنوا من أذنه اليمنى الله أعلم يعني إلى أي حد هذا الكلام نشوف الأيام ونتمنى أنا متفائد يمكن تكون 2025 يعني تكون موجودة بأساليب أفضل وحياة أفضل من 2024 ترجمة نانسي قنقر